إذن البشير لا يملك عندما يتحدث في حشد من الجماهير السودانية أو إلى وسائل الإعلام أن يقول إن حلايب مصرية القاسي والداني في السودان خاصة أساتذة التاريخ الأكاديميين في السودان يعلمون طبيعة الوضع ويعلمون أن حلايب مصرية لأن محمد علي لم يفتح السودان محمد علي فتح الأقاليم الواقعة جنوب مصر لم تكن تسمى أساسا السودان هي أول مرة يطلق لفظ السودان في الاتفاق 19 يناير 1899 عندما أكد هذا الاتفاق ما بين مصر وبريطانيا أن يطلق لفظ السودان على المنطقة الواقعة جنوب خط عرض 22 جميل يعني وهذه المنطقة تشمل حلايب المفترض أنها منطقة بتعلو خط 22 حلايب إذن مصرية لأنها شمال خط عرض 22 ولكن ما الذي جرى؟ وجريت بعض التعديلات الإدارية لتسهيل حياة وإدارة حياة القبائل الموجودة على جانبي الحدود قبائل البشرية الموجودة في هذه المناطق معظم ما فيها السودان فرؤية أن يتم إدارتها من خلال جهة إدارية واحدة هي من ليست السودان ولكن الحاكم المصري في الخرطو وعند إذن أو أنا ذاك رؤية أن هذه تعديلات إدارية لأن السودان نفسها ومصر كلهما يخضع لسلطة واحدة تحت سيادة الباب العالي أو السلطان العثماني فكأنها تعديلات إدارية ما بين محافظات واقعة داخل مصر لن تكون هناك دولة تسمى السودان حتى يكون هناك سيادة عليها ويعني السودانيون يعلمون ذلك جيدا حتى يعني البشير حاول بنوع من الدبلوماسية أن يقول أنه لن تكون حلايب مثارا لحرب لكنه تحدث عن تحكيم دولة على أي أساس ويعلم يقينا أن التحكيم يشترط فيه أن يتم الاتفاق ما بين الأطراف المتنازعة المتنازعة على الجهة التي ستتولى التحكيم وهو يعلم يقينا أيضا أن مصر لن تقبل بهذا التحكيم لأن مصر لديها السيطرة الكاملة الآن على المنطقة خاصة منذ العام 1995 حتى أن القوة السودانية المشابهة رية 101 الموجودة في المنطقة هي مجرد قوة للإشراف على انتقال الناس عبر الحدود أو على جانبي الحدود ومثلما ذكرت الأستاذة صباح موسى أنه بمجرد أن يتم تطبيق اتفاق الحريات الأربع سينتقل الناس عبر الحدود والمشكلة إذن هي مشكلة أقرب إلى أن تكون نقطة للاستغلال السياسي من جانب المعارضة في السودان ومن جانب بعض العناصر داخل النظام السوداني لإلهاء الناس عن المشكلات الحقيقية التي يواجهها الشعب السوداني وبالتالي حتى التحكيم يعني أنا أقول لمن يريد المزايدة والمبالغة أن السودان سوف يتخذ المزيد من الإجراءات التصادية السودان منذ فبراير من العام 1958 يقول أنه سوف يلجأ إلى التحكيم بصدد قضية حليب وهذه القضية هي ترمومتر اللي علاقة ما بين الدولتين هل هل ممكن استغلالها في الوقت الراهن يعني الآن مصر البعض يرى أنها ممكن تفاوضية أن تكون في مواقف أضعف فيما يتعلق بسد النهضة مثلا هل ممكن استغلالها للضغط على مصر لتقزيم تنازلات فيما يتعلق أو إكبر مصر على تحكيم لا يمكن لمصر أن تتنازل عن حبة رامل من أراضيها لمقابل مسألة سد النهضة اشتركوا في القناة